العالم الافتراضي يناسب مواقف دونالد ترامب ليس فقط لكونها تصدر في الغالب على شكل تغريدات بل أيضاً لافتقارها إلى احتساب التداعيات أو ربما لإدراكها أنها تجاه في الواقع فالرئيس الأمريكي تجاوز في تهديداته إيران إلى حلفائها وفي مقدمهم الروس عندما يقول إن أي هجوم من جانب إيران على أي شيء أمريكي سوف يقابل بقوة كبيرة وكاسحة ويمعن في الشرح بأن كاسحة تعني المحو هذا يعني تهديداً مضاعفاً وموسكو على ما يبدو فهمت الرسالة سريعاً وهو نائب وزير خارجيتها سيرجيري يابكوف يعلن أن بلاده تبحث مسألة تعزيز الإجراءات الأمنية للخبراء الروس في محطة بوشهر النووية في إيران وتابع بأن جميع المشاكل التي تواجهها ما كانت لتحدث لو أن الولايات المتحدة كانت تتبع نهجاً أكثر مسؤولية موسكو تتهم واشنطن مباشرة بأن تصرفاتها غير مسؤولة بحق طهران فضلاً عن ممارستها الضغطة من دون حدود عليها هذه التصرفات دفعت العميد علي حاج زادة إلى القول إن على الأمريكيين أن يراقبوا سلوكهم فحدود إيران كما قال حسن روحاني خط أحمر وعليه فإن التقاطع الروسي الإيراني لا يقتصر على المواقف فقط في القمة الأمنية في القدس المحتلة قدم المستشار الروسي مقاربة متمايزة عن الطرفين الأمريكي والإسرائيلي ومجلس الاتحاد الروسي أقر تعليق التزام روسيا بمعاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى والخارجية الروسية كادت تتحدث باسم إيران عندما قالت إن طهران ستصمد أمام كل العقوبات ضدها وستقاوم وها هو نائب وزير الدفاع الإيراني العميد قاسم تقي زادة يمهد لزيارته موسكو بتصريح لافت بإشارته إلى امتلاك بلاده وروسيا العزمة والتصميم اللازمين لتنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة بينهما كل هذا يسجل على وقع إعلان طهران أنها ستزيد الخميسة سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعلين تنزل نووي ترجمة نانسي قنقر